وهل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وطران في ليلة واحدة وهل يقضى الوطر إذا فت نعم روى أبو داود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن أن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وطران في ليلة وروا أحمد وأبو داود والترمذي عن أم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم كان يركع ركعتين بعد الوطر وهو جالد قال العلماء من صلى الوطر بعد صلاة العشاء ثم آد أن يقوم الليل فليصلي ما شاء ولكن لا يجوز له أن يوتر لأنه أوتر قبل ذلك ومن المعلوم أن الوطر يمكن أن يصلى في أي جزء من الليل بعد صلاة العشاء إلى طروع الفجر وإذا خشي الإنسان أن تفوته صلاة الوطر يستحب له أن يصليها في أول وذلك لحديث رواه مسكس وأحمد وصرمذي وابن ماجة من ظن منكم أن لا يستيقظ آخره أي الليل فليوتر أولا ومن ظن منكم أنه يستيقظ آخره فليوتر آخره فإن صلاة آخر الليل محضورة وهي أفضل ومعنى محضورة تحضرها الملائكة ولما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه متى توتر؟ قال توتر أول الليل بعد العثمة أي العشاء ولما سأل عمر رضي الله عنه قال توتر في آخر الليل فقال صلى الله عليه وسلم أما أنت يا أبا بكر فأخذت بالثقة أي الحزم والحيطة وأما أنت يا عمر فأخذت بالقوة أي العزيمة على القيان في آخر الليل رواه أحمد وأبو داود وفححه الحاكم هذا إذا فاتت صلاة الوتر يمكن قضاؤها كما ذهب إليه دمهور العلماء وذلك لحديث رواه البيهقي وفححه الحاكم إذا أصبح أحدكم ولم يوتر فليوتر وروا أبو داود قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن وكره أو نتيه فليتل إذا ذكره وإثلابه صحيح ووقف القضاء مفتوح ليلا ونهارا عند الشافعي ومنعه أبو حنيفة في أوقات النهج عن الصلاة وقال مالك وأحمد يقضى بعد الفجر ما لم تصل الصبح ترجمة نانسي قنقر